يعني كنتش تكلم في نقطة مهمة جدا عن الجمهور طبعا احنا عارفين ان ده ماتش نهائي والجمهور طبعا هيكون ملاني الملعب وهيكون مأزير الفرقة وهيكون في ظهرهم طبعا ده احنا اللي متعواضين عليه. تاني حاجة احنا خلاص الحمد لله المشروط الاولاني اللي في رادس خلص عندنا شوت تاني هنا في القايرة. ان شاء الله اللعبة كلها جاهزة ومركزة وان شاء الله احنا بنلعب فرقة محترمة. اعمل لا حساب اعمل لا احترام. ان شاء الله ربنا يكرم توفير معنا بكرة. نطلع نكسب ان شاء الله ونرفع البطولة بكرة ان شاء الله. اكيد طبعا النادي الاهلي على طول الفترة اللي فاتت موجودة على طول يده خمس نهائي يوصلوا على التوالي. بالنسبة لنا عندنا خبرات كبيرة في النهايات. اكيد طبعا احنا بالنسبة لنا أي بطولة بناخدها في النادي الاهلي بنرميع ورا ظهرنا على طول بنفكر على طول في بطولات اللي جاية. اكيد طبعا عندنا هدف كبير جدا ان احنا اخدوا البطولة وعندنا لعبة كلها عارفة سيستم النادي ماشي ازاي. اي بطولة منخشها لازم تكون بالنسبة لنا لازم هي دي البطولة بتاعتنا بالنسبة للمركز التاني بيبقى هي زي الاخير بالزبط. عشان كده النادي الاهلي متعود على طولة على البطولات. ودايما كل ما بياخد بطولة بينساها وبفكر في البطولة اللي بعدها على طول. اكيد طبعا احنا في النادي الاهلي متعودين على طول يعني من صغران احنا موجودين في النادي الاهلي عارفين سيستم النادي اللي احنا على طول منخش اي بطولة بنبقى عايزين ناخدها. علشان كده بنخش اي بطولة بيبقى عندنا هدف جديد. وبالنسبة لنا تكون هي زي اول بطولة اللينا بناخدها في النادي الاهلي. علشان كده احنا كده متربين على كده والعيبة اللي بتيجي من بره بنقول لهم الكلام ده وبنقعد معاهم ونتكلم معاهم. اجيد طبعا الناد الاهل معروف ببطولاته اه واي بطولة بيخش فيه بالنسبة له هذه اول بطولة. هو اكيد السر هو طبعا SSL اللي موجود في الناد احنا مترابين عليه واجهو دولوقتي ده اللي احنا مترابين عليه والعيبة اللي بتيجي من بره احنا منفاهم الكلام ده كويس جدا. وطبعا احنا منلعب ان ناخد البطولات اللي فاتت ديت واحنا دلوقتي الحمد لله النادي الاهل لنادي القرنت بالنسبة لي عندنا جمهور كبير جدا بيبقى حطينه في الحسبان انا هو احنا على طول عايزين نفرحه ودائما عايزين نجيب لبطلقات وعايزين احنا نلعب الكورة دي عشان خاطر النادي وعشان خاطر الجمهور بالنسبة لنا اي بطولة منخشها زي ما قلت بالنسبة لنا بتبقى دي اول بطولة و بعد كده زي كوتش ما قال احنا بنحترم كل الناس ونحترم كل ولمبارايات ونجهز كل ومباراة زي انهائية او مش غير نهائي بنحترم كل الفرقة ونحترم كل المنافسين ده للاعيبه مادة لهم! لدينا كل فرقة احترامها في الدورة وفي الكاس نهائي! لازم نحترم الفرقة كلها! لذلك engagement بالنسبة لي كثيراً! yo 1962ㅋㅋ كل بطولة ما منخشها هي المرس 하니까 المجد Reyyan عندها شبع ما فيش حاجة اسمها شبع لأ عندنا بطولة تانية عايزين ناخد شبعها عايزين ناخدها ده اللي موجود على طول في النادي اه اكيد طبعا حارس تراجي وشوبير وطبعا عاملين مبارات الفترة اللي فات كويس جدا موجود معاهم اشتكلم على نفسي طبعا عاملين مبارات بشكل كويس جدا وشوبير واصل للمباراة سبعة التوالي كلينشيت وبرده نجون التراجي برضو لم يش واصل للمباراة الحداشر على كلينشيت طبعا عاملين بطولة كويسة جدا الاتنين هتمنى لهم التوفيق بكرة وان شاء الله يقدوا بأداء كويس وان شاء الله يبقى البطولة لنا ان شاء الله